فيه الملعب الذي نتواجد فيه حالياً هو ملعب لكورة القدم عشوشب طبيعياً بسعة عشرين ألف مقعد فيه شاشة عملاقة، إنارة ليلية، أربعة غرف لتغيير الملابس فيه كذلك كل شروط، ارتياح، الرواد هذا الملعب من مقاهي إلى غير ذلك كما أن هذا الملعب يحتوي على تجهيزات صوتية مركزية مجهز كذلك بكاميرات المراقبة والدخول يعني الدخول أوتوماتيكي عن طريق تجهيزات خاصة كما أنه كذلك هذا الملعب عنده ملعب جواري كذلك معشوشب طبيعياً مخصص للتدريبات الرياضية اليومية كما أنه كذلك فيه ملعب ألعب القوى وقعمة رياضات ومسبح أولمبي إضافة إلى فضاءات رياضية أخرى لكن هذا المركب سيق الأولمبي رح يستضيف إلى منافسة كورة القدم وسيباحة بالنسبة للقطب رياضي سيق وبالضبط الملعب كورة القدم فسيستضيف تدريبات كورة القدم والمنافسات الخاصة بكورة القدم والمسبح الأولمبي سيستضيف تدريبات خاصة بالسباحة ورياضة كورة الماء نتكلموا على أرضية الميدان على ملاحق تابعة الملعب الأرضية ملعبة سيقة يعني لحد الآن كل شيء تمام ماشي متخوفين أنه من الأرضية أو شيء من هذا القابل يعني الحمد لله لحد الآن الأرضية كما رأكم تشوفوا أرضية جاهزة للمنافسات وكذلك جاهزة للتدريبات يعني عندنا ثلث ملعب الملعب الرئيسي مع الشوشب طبيعيين وملعبين يعني ملعب ألعب القوى والملعب الملحق كذلك مع الشوشب طبيعيين إن شاء الله رح نستضيفوا تدريبات إضافة إلى توفير يعني التجهيزات اللازمة الخاصة بالتدريبات الرياضية المرافقة للفرق اللي رح تزور هذا القوة بالرياضي إن شاء الله ربما كسؤال آخر يخص هذا الملعب نتكلموا الملعب متاح للتدريبات والملعب الرئيسي متاح لمباراية نعم بالنسبة لحسب البرنامج الممنوح لنا كإدارة يعني خاصة بالقطب الرياضي هذا البرنامج المعد من طرف لجنة تنظيم ألعب البحر أبيض المتوسط الملعب الرئيسي موجه للمنافسات الرياضية والملعبين الملحقين موجهين للتدريبات اليومية موسيقى